في الميناء بيبدأ مع ويلوه وبيحاول يكلم التأمين الصحي ويترجعهم عشان يتكفلوا بعملية بنته الصغيرة اللي كانت محتاجاها جدا لكن التأمين الصحي ما بيهتمش به وبيقفله التليفون في وشه مع انه كان عضوه في الجيش وبيحارب عشان بلده وشايف انه المفروض انه يستهل معاملة افضل من كده ودي بقى كام افضل مسعفة في المدينة وفعلا مفيش مسعف يقدر يتفوق عليها في شغلها وراحت لحالة طرقة وكانت صعبة جدا وده لان في عربية دخلها في اسيخ حديد كتير وفي طفلة قدت اصابة من سيخ والاصابة ممكن تتعارج لو المسعف اللي تعمل معها فاهم هو بيعمل ايه لان الاصابة كانت صعبة جدا وهي فعلا علجتها ووصلتها للمستشفى في الوقت المناسب واول ما سلمتها للمستشفى قالت للمساعد بتاعها ايراك بقى نروح ناكل لاني جعانة فبص لها كده اللي هو انتهي مفيش دم انا كمان شوية كنت هيغمى علي وراح يقابل اخوه داني وده المكان اللي هو راح يقابل اخوه فيه والمكان ده تقريبا كده ممكن يسد ديهم الدولة المهمة انا مش فاهمهم اخواتي ازاي لكن هم اخوات وده بقى داني وللمعلومة هو مش صاحب المكان ده ويعتبر شغال عند صاحب المكان والطلب من اخو فلوس نظام سلف مع ان السلف تلف والرد اخساره والمبلغ كان كبير جدا يعني هطلب ربع مليون دولار واخوه قال له بص انا معيش مية حاجة من المبلغ دلوقتي لكن انا طالع عملية دلوقتي وفي العملية دي كان انا ويني سراو بنكي فيه 32 مليون دولار وويل اتصدم لان اخوه قال له انه بطل العملات الاجرامية دي من زمان لكن مش هنا المشكلة المشكلة انه عارف يقنع ويل انه يروح معايا لكن بعد عناق طويل وده لانه ويل مالوش في الحرام اوي يعني لكن اضطر يوافق لانه محتاج الفلوس دي او بنته هتموت منه عشان مش هيعرف يعمل لها العملية والمساعد بتاع كام قال لها البنت اللي انقصتها حالتها بقت مستقرة فقالت له مش محتاجة اعرف حاجة عنها وبعد قالت له شوف دي مجرد وظيفة بتاخد المصابين وتنقلهم للمستشفى وانساهم بقى عشان كده ايه ما تتعذبش لانك لو فضلت تفكر فيهم كتير هتتعذب لانك هتقابل حالات كتير ودول زك ومارك زباط شرطة وزك ده معجب ببنت اسمها كيم وشغل موظفة في بنك ومش عارف يصريحها وقولها انه معجب بها ازاي وصاحبه كيم قال له ادخل براسك وقولها انا معجب بيكي ما تعملش نفسك رومانس اوي لان الجماعة دول ما بيحبوش الرومانسيين بزيادة ورجعوا عشان يروحوا للبنك عشان زك العاطفي خلص مهمته العاطفية وداني وصل وهو معارج جالته لجراش البنك وفي واحد تقريبا كده كان مستنيهم او بيرقبهم وهم بدأوا ينتشروا في البنك وعطلوا الكاميرات وفي جماعة كانوا قاعدين برا وعارفوا من صاحبهم اللي كان بيرقب المكان ان الجماعة الحرامة وصلوا وشافوا زك ومارك وصلوا ويتضايقوا من وجود الشرطة في المكان وبعد كده اتصلوا بقائدهم وقالولوا ان الجماعة دول دخلوا البنك ايه رأيك بقى انهجم عليهم دلوقتي فقال لهم لا ده هيكون في بحر دم اهجموا عليهم لما يطلعوا وذك حاول يدخل البنك لكن لا مقفول وداني فتح له الباب على انه مدير البنك يعني وذك سألوا ليه قفلين فقال له لاننا بنعمل عملتنا لاموال ودي مجرد اجراءات امان وذك شك فيه وكان مصمم يدخل بحجة انه عاوز يفتح حساب وداني معرفش يعمل ايه فسماح له يدخل وذك طلب ان كم هي اللي تعمله الحساب ده ولما دخلها قال لها انا معجب بيكي وطلب منها تخرج معرفة بسطله كده وهي مصدومة وبتقول له بزمتك ده وقتك وبدأ يشك ان في حاجة غلط لانها كانت بتعاية تباين عليها الخوف ولما فكر يتثورك ويعمل نفسه هيرو قدام حبيبة القلب داني سبته ويقال له بص لو تحركت هتقلب المكان بحر دم وغير كده هكون حريص ان البنت اللي اسمها كيم بتاعتك اللي انت بتحبها دي هتموت قدامك والجماعة دول في الخزنة عملين يعبوا في شونة الفلوس من جبل الفلوس ده متخيرين اتنين وتلاتين مليون دولار الموضوع مش بسيط برضو وصحابهم اللي بره رحلهم بالعربية اللي هياخدهم فيها لكن العربية عطلت قدام الشرطي اللي هو اسمه مارك فراح له يسأله ايه مشكلتك وبعد كده هو اللي صلح له العربية واشتغلت والعصابة بدأت تنسحب من البنك لكن حصل حاجة ما كانتش في الحسبان ومارك شاف العصابة وهي مثبتة صاحبه ذاك وخارجين من البنك فبوز الدنيا خالص وبدأ ضرب نار عليهم وتبقى دول اطلاق النار بره بقى قوي جدا لانهم بيحاولوا اقتلوا مارك والجامعة اللي كانوا بره دول اللي هما طلعوا من قسم القوات الخاصة وعملين كامل للعصابة وقرروا يدخلوا في المعركة بقى وخلاص وده لان الاتنين الزباط دول بوزولهم الخطة بتاعتهم وقوات ده دخل السريع وصلت وعربيات شرطة كتير والدنيا بقت مدعكة تحس انها بقت حار بشوارع وكل ده كان جنب المكان اللي كانت فيه وسمعت صوت ضرب النار وبعد كده جالها اخبارية انها تروح لانهم محتاجين اسعاف لان فيه شرطة كتير اتصابت والرجل اللي سائل العربية للي هصابه داس على واحد صاحبه بالغلط وكمان هو خطل افرص ومات والزابط زاك كان محتجز كراهينة مع دانيل ولكن اتمرد عليهم وحاول يضرب دانيل وزاك حاول يمنعه لكن ما عرفش فضربوا طلقتين وبعد كده قاعد جنبه هو مصدوم وبيحاول يعمل له اي اسعافات عشان يعالجه لانه مش عاوز يقتل حده خاصة لو في الشرطة ودانيل بعد عناق اقناعه يتخلى عن الضابط عشان يهربوا والعصابة بره بقى بدأوا يموتوا واحد وراء الثاني ولما ماتش اتصاب وحاول يهرب لكن اتقابض عليه ومارك شاف صاحبه زاك وهو مصاب وطلب له الاسعاف بسرعة وكم هي اللي وصلت له وعملت له الاسعافات اللازمة وخدته في العربية عشان تنقله للمستشفى لكن ملحقوش يخرجه من الجراش لان دانيل قابلهم في طريقهم وثبت مساعد كام اللي هو السواق بتاع العربية ونزلوا منها وضربوا فاغمى عليه وهو الركب العربية على اساس ان هو السواق وداني ثبت كام وقال لها احنا عاوزين نخرج من المكان بس وقبل ما يخرجوا من المكان قوات التدخل وقفتهم وشافت ان معهم شرطة مصاب وداني كان مستخبي وكام قالت لهم لازم نمشي بسرعة فسمحوا لهم يمشوا بسرعة والشار المتعقب اللي في العربية عشان محدش يعرف لهم طريق وفعلا عارفوا يخلقهم المكان لكن برضو مارك ده تحس انه عملهم الاسود وشاف المسعف مساعد كامل مضروب ومرمي في الارض وسألوا ايه اللي حصل فقال له انهم خطفوا عربية الاسعاف ومارك بلغ كل الوحدات بكده وبدأوا يبحثوا عن عربية الاسعاف وقائد الكوات الخاصة وصل وتحسوا كده رجل برينس خالص في نفسه وقال لهم ازاي كل ده حصل قدام مقر الشرطة فقال له ان الشرطة هو اللي بوز مهمتنا لما حاب ياخد رقم مراته المستقبلية وكان استغلت انهم مشغولين وعملت محاولة باقسة عشان تهرب لكن ساهموا قتلكوا باقسة وتقفش التاني ومعرفتش تهرب وخدوها وبدأوا يهربوا بالعربية من الشوارع الجانبية عشان محدش يشوفهم وكان اهم حاجة عندهم انها تنقص حيات الشرطة اللي معاها ده عشان لو مات هتكون مصيبتهم تلت مصايب اربع مصايب يعني هتب بحاجة كده كبرت قوي منهم وطيارات الشرطة شافت عربية الاسعاف وبلغوا قوات الشرطة الارضية وبدأوا يتحركوا وراهم والقائد كلف واحد ياخد كلبه للبيت وقال له عاملوا كأنه كلبك وده لانهم بوزولوا اليوم بتاع الكلب لانه كان بيتفسح النهاردة وده منظر الكلب تحسوا اسد مش كلب ولانه سواء برنس ومحدش قادر يوصلوا اضطروا يبعاثوا دعم جوي تاني عشان العربية متغيبش عن عينهم ولو لثانية الفيلم ده حاسس انه اعلان لعربيات الشرطة لانهم معهم شوية عربيات طلعة من عين الصراحة لكن للأسف العربيات دي هيتدمر منها كتير جدا دلوقتي في عمليات المطاردة دي زي العربي تندول وكم طلبت من داني يساعدها لان الشرطة بدأ يودع وبين وبين الموت حاجات بسيطة وفعلا بدأ يساعدها والمطاردة لسه شغالة وقوية جدا والتحسوا في انديزيل كده في نفسه ومشوا لحد ما وصلوا للطريق ما يسدودوا وكانوا هيطيروا وبعد ما وقفوا على اخر لحظة داني الحب ينكت عليه وقال له ممكن تقرب اكتر لاني مش عارف اقرى اللوحة دي وبعدها عربيات الشرطة اللي وراهم وصلت وطاريت يا خسارة والقايد قال دي اكتر مطاردة كلفتنا عربيات وفلوس وعشان يعرفوا يخلعهم من الشرطة والقال خطة حلوة وهي انهم يهربوا في وسط شوية عربيات شبههم كده ودانيل عشان ينفذ الخطة دي قرر انهم يروحوا يستخدموا موقف عربيات الاسعاف وسأل كم هم بيحطوا المفاتيح بتاعة العربيات فين وقالت له عادي في العربية عادي فاتصل بالقايد الاجرامي بتاعه والرجل ده قال له انت قطعت متابعيتي الاحسن مطاردة شفتها في حياتي فقال له اه ما هم بيتردوني انا ومحتاج منك خدمة ومقابلة هتاخد نص الفلوس اللي معايا وهيكونوا 8 مليون دولار وبابي وافق لانه عرض مغرب صراحة وداني قال له انا عاوز رجالتك تسرق شوية عربيات اسعاف وتقابلني في مكان وقال له عليه وبأمر رجالته تنفذ اللي تقلهم عليه وداني اتصل بواحد تابعه وقال له يجيب معادها ازرق وعدة الدقان ويقابله في نفس المكان ومقابل كده هيدي له عشر تلاف دولار واللي عارف يهرب من عربيات الشرطة عن طريق ان في تريل تنقل عربيات عطلتهم لما هو خلع وده بالصدفة مش مترتب وفي واحد من الشرطة عارف انهم بيطردوا واحد اسمه داني شارب وعرفوا لما الكاميرات بتاعت الشارع صورته والشرطة وصل التاني لعربيات الاسعاف ومش ناويين يسيبوهم ورجالة بابي جهازه عربية بدون سواق ومتجهازة بسلاح متعدد وكأنهم فعلا دخلين حرب اهلية وداني قرر انه يضرب عربيات شرطة عشان تعطر الباقي لكن كما وفقتش ان ده يحصل وعطرته فهددها انها لو فكرت تتعفرد تاني عليهم هيقتلها وهي اصلا كانت شبه الفرخة دايخة في ايده وبعد كده فتح العربية واخدها قدامهم مهددهم انهم لو ما بعدوش عنه هيقتلها وكرروا انهم ما بعدوش عنه فضرب عليهم نار ومارك كان سرق عربية من شرطة عشان يحضر المطاردة والعربية دي بقى هي دي اللي فيها الكاب بتاع القائد وسمع صوته هو بيهوهو وعشان خافه على كلبه امر الكل ينسحبه وكلم داني في اللاسلك بتاع الضابط المصاب معهم وعله خلينا نتفاهم والقنوات الاخبارية بتنقل المطاردة دي بس مباشر وامرات ويل بتتفرج عليها في التلفزيون ولسه مش عارفة ان ده جوزها والضابط المصاب بدأ ينزف دم كتير جدا وكام شفته واكتشفت انه اخذ اصابة تانية في كتفه وما كانش حد عارفها والعميل كلارك اللي عارف هوية داني راح للقائد المسؤول عن العملية دي وقال له انه عاوز يشارك فيها فقال له دي عملية خطف رهائن وما ينفعش حد يدخل فيها وقال له دي اسوأ من خطف رهائن لان المسؤول عن العملية دي واحد اسمه داني شارب وده حرام بنوك منه وعنده 17 سنة وابو كان اسطورة في سرقة البنوك وكمان قتل ستة من مدراء البنوك في التسعينات وقال له داني دلوقتي بيحاول يهرب وهينجح في كده ولازم تكونوا حرصين في المعاملة معاه فقال له انت عارفت الكلام ده كله منين وقال له لاننا كنا صحاب في الجامعة وفي خلال العشر سنين اللي فاته سرقت 38 بنك وكمان قلت لهم ان الضابط ده محتاج عملية جراحية ضروري وانا مش متخصصة في كده فقال لهم هنكلم دكتور وهو هيرشدك وطبعا هتمشي تحت التعليمات بتاعته فاتصلت بحبيبها القديم وده جراح شاطر وداني قال له لو مساعدتهاش هقتلها وهو عشان يساعدها اتصل بدكتور جراح صدمات وكلهم دخلوا في مكالمة فيديو ووحدة الجرائم الالكترونية بتتنصط على مكالمة داني وسامع المكالمة اللي شغالة وويل طلب من داني سوق بداله لانه عمل شوية اسعافات اولية قبل كده في الجيش وممكن يكون مفيد وهو بيساعد الدكاترة وفعلا بدأوا يشرحولها تعمل ايه وهي بتنفذ اوامرهم فعلا برضو وويل بيساعدها وداني كان محتاج يهدي سرعته عشان كم تعرف تعمل العملية وبدأت تتوتر لان ده مش تخصصها لانها بتلعب في جسم حد وويل بدأ يهديها لكن الضابط فاق فقارت له ثبته انا ايدي في احشاء والله يخرب بيوتك وحاول يثبته لكن محبش يثبت وويل قد له واحدة في وشه فاغمى عليه تاني والطلقة التانية دي كانت في التحال وكم قربت تطلعها منه وكانت دقيقة جدا لكن فجأة انفجر في وشها فتوترت اكتر وفضلت تصرخ والتليفون فاصل شحن وبكده الدكاترة ما بقوش عارفيني وصلوا لها وعشان توقف الدم استخدمة البتاع اللي فراسها والموضوع نجح فعلا وويل قتصاحب على كام وقال لها بسوط وقت ما تخافش لان يخرجك من هنا والقائد اتصل بالدكتور اللي كان متابع مع كام وسأله لو كان الضابط لسه عايش فقال له قطو حال انفجر ودي عملية صعبة جدا حد يطلع منها عايش حتى لو تحديد امهر الجراحية والقائد عارف ان كده الضابط مات وكرر انه ينتهم اشر انتقام من ويل ويداني ويل رجع يسوق تاني ويداني قال له على مكان المقابلة عشان يرحولوا والشرطة بدأت تعمل لهم كمين قناصين وكرروا انهم يحصرهم لحد ما يوصلهم للقناصين عشان يخلصوا عليهم وينتهموا الموت الضابط والعميل كلارك اتصل على تليفون الزابط الرهينة وكان خدت بالها من الاتصال وردت عليه وقالوا لها تستخبع عشان ما تتئذيش فقالت لهم والزابط مش ممكن يتئذي فاتصدم وما لحقوش يلغوا الامر لان الوقت فات وده لان القناصين كانوا خلاص هيدربوا فعلا وكان نبهت ويل وقالت له ان فيه قناصين وغير اتجاهه على اخر اللحظة وهرب من الطلقات وبعد كده اخدوا امير بانهم يوقفوا الهجوم وداني عشان يرد على هجوم الشرطة خلهم يسمعوا في اللاسلك ويقدت بقاتل كام وفعلا ضرب عليها نار واخوه كان بيحاول يمنعه لكن هي هربت والطلقات مجاتش فيها ويل دا صفى رامل وداني وقع عنده وبدأوا يضربه في بعضه والشرطة سمعت في اللاسلك داني وهو بيقول اسم ويل وعرفوا يطلعوا بياناته وعرفوا انه اخو داني ويل ضرب داني وعرف يسيطر عليه عشان ما يقزيش حد والقائد كان قاعد يأكل شبسي ومزاجه عالي والمساعدة بتاعته قالت له من الافضل ان ما فيش حاجة من الشبسي دا تيجي في شعري فقال لها اتنهيلي دا انت لو فار ويع في شعرك هيتوه وامرات ويل اتصلت بها عشان تطمن عليه فقال لها انه تقابل في وظيفته الجديدة وفرحت قوي بيه وقالت له انها بتحبه وطلب منها يشوف ابنه وكل دا كان شايفه وكان صعبان عليها وهو اضطر يقفل معها بسرعة عشان يركز في هروبه وكان بدأت تسحب منه دم عشان يدول الزبط لانهم نفس الفصيلة وممكن يعرفوا الحو والمشي عكس الطريق عشان يبعد عن عربيات الشرطة وفعل النجح في كده وعارف يهرب والقايد دا قال الرجال تقراهن على اثنين مليون دولار لو العال دي مش متضرب على انهم يعملوا الحركة دي وعارفوا يوصلوا للمكان اللي اتفقوا عليه وهما متخفين من الطيرات لانهم تحت كوبري والراجل اللي تبع داني دا بدأ يرش العربية عشان محدش يعرفها والقايد اجتمع برجالة الشرطة وقال لهم عاوذكوا تقفلوا المكان وكل المخارج اللي حوالين الكوبري والبتاع اللي بيرش العربية دا بيرشها باللون الاخدر وداني اتدق منه لانه طلب منه اللون الازرق قال يعني هي هتفرق معهم دلوقتي وعربيات الاسعاف المسروعة كان في واحدة منهم مفخخها بمتفجرات وبدأوا يتحركوا والشرطة اتحركت وراهم وهي مش عارفة تمشي ورا انهي واحدة بالزبط وبعد كده العربية الخضرة طلعت ومحدش شافها والشرطة قبضت على العربية منهم وكان فيها الراجل صاحب داني ونزل منها وهو اعمل نفسه عبيد واللي سأل العربية التانية نط منها وسابها تمشي عشان تغبط في حاجز عربيات الشرطة ولما قربت منهم انفجرت فيهم وكله خلع ولعوا عربية بدون سواء دخل عليهم وشايلة متعدد وغربلتهم هي مش غربلتهم هي عملت معهم اللي ما يتعملش الجو تقلب حرب اهلية والقائب بتاعهم اتصاب وتقريبا كده مات ومارك وصل للرجل اللي كان بيجري وراه وتضرب وطلق بالغلط فقتله وبالصدفة الاخبار كان بتصور اللي حصل وبابي رئيس العصابة شاف كده وانهار لان اللي تقتل ده ابنه وداني عارف يهرب ووصل للمغبأ بتاع بابي والنزل قال لي كم مهما حصل ما تحاوليش تخرج من العربية وبعد ما طلعوا البابي الزابط فاق وكام قالت له اهدأ ابوس ايدك لانهم هنا بيحبوش الشرطة وداني سلم بابي فلوسه وكام قالت للزابط احنا رهناء دلوقتي وفي واحد منهم بيحاول يساعدنا واتبرعلك بدمه عشان تعيش وطلع معا مسدس وقالت له هم اكتر مننا بكتير وما ينفعش نستخدمه وبابي قال لي داني هناخد منك الرهين عشان ما ينفعش حد يعرف مكاننا وداني وافق لكن ويل رفض لانه لو تخلى عنهم هيقتلوهم وحصل بينهم خلاف وداني حاول اقناعه يسكت عشان ما يتقتلوش لكن ويل ما اقتنعش وبابي قال لهم يتسلموهم يتقتلوا انتم كمان معاهم وداني لانه مش عاوز يتخلى عن اخو ويل بدأ يضرب عليهم نار هو ويل وخلصوا عليهم وكمان قتلوا بابي وهربوا عشان يركبوا العربية ويل راح يتطمن علي كم لكن خافت وضربت علي نار واتصاب ولما عرفت انها ضربته اتصدمت وحاولت بسرعة عالجه اخوه وصل وساعده عشان يطلع للعربية وهربه والشرطة سمعت صدر بالنار وعرفت مكانهم ورحت لهم تاني ويا فرحة ما تمت والخد لفت فلوسه وحطها في شنطة كم وقال لها اقبقي ادي دول امراتي لانها هتحتاجهم وهي خدتهم فعلا عشان تعمل كده وداني راح للمستشفى عشان يلحق اخوه ما فرقش معه بقى يسلم نفسه ولا ايه لا يحصل ولما وصل الشرطة حصرتهم من كل حتة واول ما طلع من العربية خطل او وقع وطلعوا ويل جنبه وكام حاولت تساعد ويل لكن كلارك كمان عها وداني مات قدام ويل اللي فضل يصرخ عشان حزين عليه ومراته وصلت وفضلت تصرخ عشان حد يساعده وكام لما شافت كده راح تتعالجه وهي بتتخانيق مع الشرطة لانه صعبان عليها وهما بيمنعوها وطلبت من ماركي ساعدها عشان يدخلوا المستشفى ورفضت فقالت له هو دل انقص شريكك فساعدها والكل كان بيتفرج عليهم ومحدش عاوز يساعده وبعد كده راحت لمرات ويل وحطت لها الفلوس في شنطة الطفل وهو محدش واخد باله والشرطة سألت الزابط اللي كان مخطوف مين اللي ضرب عليك نار فشاور لهم على ويل وقال لهم ده انقص حياتي ولقيت عالجه ومراته ما تخلتش عنه وكام راحت تزور الطفلة اللي عالجتها في اول الفيلم والطفلة كانت فرحانة بيها قوي واتطمنت لما شافتها